اشتركوا في القناة سأختار هنا ثلاثة أعمدة تم تقسيم الفقرة إلى ثلاثة أعمدة لاحظ هنا أن الأعمدة بدأت من اليسار لليمين لجعلها تبدأ من اليمين لليسار نذهب إلى خيار الأعمدة ومزيد من الأعمدة هنا وأختار هنا اليمين لليسار لتصبح متوافقة مع اللغة العربية الآن لإضافة خط بين الأعمدة هنا نقوم باختيار مزيد من الأعمدة ونختار هنا خيار خط بيني ثم نضغط على أمر موافق تنويه هنا عند كتابة نص داخل العمود الأول يجب أن تنهي العمود كامل حتى آخر الصفحة من أجل أن ينتقل المؤشر إلى بداية العمود الثاني المقابل له إلى هنا ينتهي موضوعنا دمتم في حبب الرحمن